سر مكياج والحويج الحقيقة سر نجاح ووليلي سوف نعود إلى الفيلم هذا الفيلم أول مرة في مهرجان في مصر وربحت جائزة أحسن ممثلة وخلوا واحد من الناس في سينما المصرية شاهدوا الفيلم وشاهدوا الجائزة وقالوا بأننا نعمل معها وتحلي الباب في مصر في مهرجان الثاني كنت كالبنت في مهرجان ديالهم أول جائزة تعيد لذلك أوليت بنتهم وعرضوا عليها باش نجي باش نكون هنا والسير كما كتلك سر مكياج والحويج كيف دار العلاقة دارك من ممثلة المصريين وبأحمد عزوز مازال في تواصل معه؟ نعم باقي في تواصل حيث هو سيد مفنان أولا فنان مجتهد وأنا كيجبوني ناس مجتهدين وإنسان لطيف ومحترم ومحترم